إذن فغنطرق المجموعة من المحاور محور ابن الفيليبينية غادي نتكلمو كذلك على الحكمة قاتلة أنوار العتماني اللي خذت 15 سنة حبسا نافدة إضافة إلى اعتقال رئيس الرجاء السابق محمد أوزال وطبعا غادي نتكلمو على أمور أخرى في قضية ابن الفيليبينية المشكل اللي كان في هذا الملف هو أن مجموعة من الضحايا ولينصب عليهم أو استغلهم المدعو ريضا والشينوية ما تقدوش يخرجو ويحطوش شكاية نتحهم وكيكتفيو فقط غير بالكلام وهذا الشي اللي ممكن أنه يخلي ابن الفيليبينية غيسلك من هات الجرائم اللي كان كيرتاك باب ولكن حتى بدون ضحايا فإلا بغت نيابة العامة أنها تحققوا كيف ما دعت في قضية الدكتور تازي نظرا لخطورة الأفعال خاصة أننا عندنا مجموعة من المصرحين هو الشهود اللي قالوا عبر مواقع التواصل اجتماعي معطيات خطيرة في قضية ابن الفيليبينية وبلما نتكلموا عن ذلك الفنانين والشخصيات اللي كانوا دائما تبانوا معاه في السوشل ميديا والقضية مش صعبة لدرجة أنه ممكن يحتاجي دليل ففي الوقت اللي عندنا هشام المداح اللي هو الصديق دياله وعاشره لمدة سنة ونصف داخلها شقة في الإمارات واللي فيها ريضا ابن الفيليبينية يتاجر في أعراض ولحم البنات المغاربة إنه هي كأنه كان يتاجر حتى بنات خرين اللي كانوا انتح حشكم قوادات خرين اللي كانوا حتى هما في ذاك البلد فبجانب المعلومات اللي كانت كنت تحدث على أن الشنوية الحجة واللي عاش واحد طفولة قاسية جدا بفعل فقر الشيء اللي خلالها تمشي تمتهن الضعارة القوادة والسحر منذ تسعينات الأخبار اللي خرجت كنت تكلم على تبرط إحدى شقيقات السيريدا ابن الفيليبينية وهنا الأمر كيتعلق بشي وحدة سمتها رانيا واللي احتهي تمارس القوادة وكتصفت البنات للإمارات مقابل عشرات الملايين وتقريبا نفس القضية اللي كانت كيدير ريدا ابن الفيليبينية غير أن ريدا كانت يعيش معهم في الإمارات وكيتكلف شخصيا بالقوادة عكس الأخت اللي كانت تنقبوا على الفتيات والبنات الراغبات في الهجرة وهناك تكتصطابهم باش تاخد منهم شيكات كانت كتتوعدهم بأنها غدي تصيب لهم الإقامات دائمة في الإمارات غير أنهم كانت كتضحك عليهم بإقامات متاع ثلاثة أشهر وهي فيزا سياحية سهل أنك تخرجها وليكن في علمكم أن أسهل فيزا تاخدها في الخليجية الفيزا نتاع الإمارات لذلك الكلام اللي كانت كتخرج به نادة حاسي حول أنها كتعرفش ناس في الرباط كي قدوا لها هاد الفيزات السياحية فهذا كلام غير كتبتحك بيها للمغاربة وهي فقط اخترت شوف تي في باش تدير الإشعار اللي باغين يمشوا للإمارات باش يتصلوا بنادة حاسي غير هي كانت تكية أنا تنضبر لك الفيزا وانتي يضبري الراسك هاد النصابة وهاد حشكم القوادة اللي معروفة على أن ناردوان كانت تسفتها لشخصيات كينين في الخليج منذ سنوات تقريبا وكسفتها لزوتيل والزبناء وبتواطئ مع المسمات قريودة اللي هي الأم كذلك تشغل في هذا المجال كقوادة وعاهرة التحقيقات السهلة في هذا الملف ما دام هناك أشخاص وشخصيات يخرجوا وكيعطيهم معلومات كانت تكلموا على لبناء أبي دار كانت تكلموا على الرقصة مايا كانت تكلموا كذلك على ذاك زماح نتعلم الداح كذلك خاصة تدقيق في ذوك الممتلكات وذوك التروات اللي يجمعوا فهات السنوات القليلة جدا لمستحيل أن شخص يجمعهم وهو ما عندوش المقويمات وش الأدوات باش يصمر ذاك الشي بطريقة المشروعة كانت تكلموا على ستين سبعين مليون ديل الذهب والمعطيات كانت تكلم على تلتميات مليون ديل الذهب اللي في الدين تعريضة ولي في الدين تع أم الحجة والأخوات وهذا الذهب كان يستغلوا في صبييد الأموال أو غسيل الأموال بجهادة زماح اللي كان عايش معاه ما هيك نشوف الأموال التي كانت تحول من الإمارات إلى المغرب عن طريق بنات وتما يمكننا أننا نتعرفوا على ذلك الضحايا أو اللي يشتغلوا معه لكونه حسب ما جاء في تصريحات وشهادة المداح وأنه كان يحول الأموال بالباسبورات نتع دوك البلاد اللي كان يستغلهم في الضعارة كذلك خاصة تحقيق مع الشينوية والأخوات نتعو خاصة إذا درنا واحد المراقبة وتدقيق لهذه السنوات الماضية حول الأموال اللي كانت كتوصل باسم الشينوية وباسم الأخوات نتعو وانا هيك أنه سيكون شخصية أخرى غير معروفة وغير عائلية اللي كان يساهم في غسيل الأموال إذا فمحدود الفيليبينية ما كيحولش الفلوس بالإسم انتعو إلا أن هناك شي حاجة غير قانونية أو أنه ما خصوش يتجبد وكتعرفوا على أنه في العمليات نتع القوادة والضعارة والاتجار في البشر كان كيستعمل ثلاثة دياللي بيستون مثلا في المكالمات الهاتفية كان يستعين بأرقام مغربية كيتكلم مع مغربية مع رقم مغربي وذاك الرقم المغربي خصو يتكلم مع رقم مغربي آخر وذاك الرقم الآخر غيتكلم مع رقم آخر وعاد كيتحول المكالمة إلى الإمارات لماذا؟ باش ميلقاوش عنده أي حجة في الإمارات خاصة في السيرفورات ديال الإمارات العربية المتحدة ابن الفيليبينية ما كانش تبغي يخليلي طرس وكان تحسب رس ونزق المعطى الآخر طرد ابن الفيليبينية من الإمارات والسبب أو شكون كان وراء طرد ابن الفيليبينية لأنه غالبا بلغو به السلطات أو أنه تعرض للشي كمين محكم أو تبرقيقة صحيحة لخلات السلطات الإماراتية المهم إلا رجعنا الأقوان تعيشين من المدى حتى يقولوا على أنهم اللي جروا عليهم الإمارات أعطى الأسماء قال لهم ريضا ابن الفيليبينية يمارس القوادة وطبعا من اللي بنعوه ما يبقاش يمشي للإمارات لمدة خمس سنوات وكان محطوط في اللائحة السوداء فهنا كان عنده جوجة اغتيارات يمشي لتوركيا أو تايلوند ويكمل عملية نتعى الضعارة والقوادة أو أنه كمدار خلق راسه ورجع راسه مؤثر عبر السوشال ميديا ومعاها بقعات الممارسة نتعى القوادة الحاجة الفيليبينية كذلك مشات فتحت واحد المحل كتبيع فيه ذلك شين المخاوير وذلك تخرميز باش زعم ما تبين أنه المداخل اللي عندها أو التروة اللي وصلت لها بفعل تجارة في هذا المخاوير أو ذلك البيجامات اللي تجيبوه من الإمارات وفي انتظار أنه يكون شي حاجة رسمية مطرفة في عقل وغطانية أو نياه بالعامة لفات حق تحقيق وكتبحث وكتقلب وكتعمق البحث أنا ذاك إذا كان شيء مستجد غادي نطرقوا ليه وده بغنمشيو للمحور الثاني اللي كتعلق بالحكم على قاتلة أنور العتماني في ذاك الملف المثير للجدل لأنه سمعنا بزاف انتع المعطيات وسمعنا بزاف ديال التناقضات سيدة عرجاء كتمنى عملية تصفية جسدية انتع أنور العتماني العائلة انتع الضحية كيقول منطقيا وخياليا ما يمكنش تكون هاد القضية نظرا لأنها سيدة نحيفة وما تقدرش أنها تواجه واحد شخص اللي هو متريني وطويل عليها النقطة الثانية هو تواجد كل من الإخوة انتحها وربما حتى الخال في المنطقة اللي وقعت فيها الجريمة العساس كذلك تقول لأنه كان واحد شخص معاه أنا ذاك وشافوا بلي يدخل معاه ومن المرجح أنه ربما يكون شقيق ديال القاتلة معطيات أخرى كتكلم على مئات التناقضات وأن هناك من يحاول تستر على باقي المجرمين 15 سنة هي الحكم اللي حكمت به المحكمة نتع طنجة في حق ديال القاتلة إذن 15 سنة تعمل فواش هي ديال القتل العمد؟ هناك سؤال فإلى المحكمة اقتنعت بأنه السيدة كانت تدافعه على شرفها كما كتتدعي وأن أنور كان بغي يغتصبها فمن وجهة النظر ديالي خصال براءة لأنها دافعت على شرف ديالها ولكن من اللي تلقع على أن السيدة ضيجها فقد العدري ديالها منذ سنوات فعلى أي شرف كتتكلم علي هذه البنت ناهيك التناقضات منتع هذه البنت كل مرة تقول كلمة أنور العتماني اللي أبحث بينات على أنه كان مخدر من اللي تمت التصفية نتاعه طبعا البنت ما أعطتش هذه المعلومات إذن هناك تساؤلات فإلى قتلته هي بالضبط علاش ما قلتش عند البوليس على أنه دارت واحد المادة مخدرة المهم غادي نشوفه في الأيام المقبلة التعليل اللي حطوا القاضي في إصدار الحكم على قاتلة أنور العتماني ب15 سنة وتم الحكم كذلك على الخالي لها اللي كان متابع بالتستور وإخفاء أشياء متحصلة عنها عن جينايا مع إتلاف الأدلة اللي اخذ كذلك عشر سنوات المحور الثالث يتعلقوا باعتقال مدير الرجاء السابق أو رئيج السابق دي الرجاء البيضاوي ونائب الجامعة الملكية لكرة القدم إنه المسمى محمد أوزال القاضية فيها إصدار شكات بدون عصيد القاضية فيها النصب والاحتيال المبلغ ورب عضل ملايير تقريبا والطرف المدني هم شركات متع التأمين